يقترب المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن أكثر فأكثر من دخول البيت الأبيض بعد تحقيقه فوزين بحسب الإعلام الأمريكي في ولايتين رئيسيتين بمواجهة الرئيس الجمهوري دونالد ترامب الذي قرر خوض حرب قضائية الولايتان الحاسمتان هما ويسكنسون وميشيغن قلبتان معادلة وغيرتات تجاهها ونسق السباق الرئاسي المحموم بعد حملة انتخابية عاصفة كشفت عمق الانقسامات السياسية في الولايات المتحدة ويسكنسون وميشيغن مع بنسلفينيا تمثل ما يعرف بمنطقة حزام الصدق وهو مصطلح غير رسمي لمنطقة شمال شرقي الولايات المتحدة كانت تشهد تدهورا صناعيا ابتداء من العام 1980 وجاءت التسمية هذه من أن الصناعات الرئيسية في المنطقة والتي تتمحور حول الحديد والصلب قد صدأت أي تدهورت ولايات حزام الصدق تحولت حزام نار غيرت اللعبة وقلبت الموازين فهي تمثل ثقلا بعدد الأصوات داخل المجمع الانتخابي فولاية ويسكنسون تمنح عشرة أصوات فيما تمنح ميشيغن ستة عشر صوتا أما بنسلفينيا فلها عشرون صوتا داخل المجمع الانتخابي حسمت ترامب الفوز في هذه الولايات خلال انتخابات 2016 لكن المشهد تغير حاليا وربما لعب تعامل الرئيس مع جائحة كورونا دورا حاسما في تحول تلك الولايات إلى معسكر المنافسه الديمقراطي ما هي مبواني العربية